بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر الخلق أجمعين أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكل محبة تربية الدواجن فصل الشتاء قرب فصل الشتاء بيجي معايا خير كتير جدا أنطاره اللي مليانة خير وبييجي معايا كمان مجموعة من الأمراض الشتوية الخطيرة على الدواجن بتاعتنا تعالوا النهاردة نتكلم عن الأمراض الشتوية وإزاي نقل الدواجن بتاعتنا منها يلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض جميع الأمراض اللي تصيب الدواجن بتنقسم إلى مجموعات مجموعة بتسببها مجموعة من الفيروسات أمراض فيروسية وأمراض بكتيرية وأمراض فطريات وأمراض طفايليات وأمراض نتجه عن سوق التخزية النهاردة هنتكلم عن الأمراض التي تصيب الدواجن فصل الشتاء وهنخص بالذكر الأمراض الفيروسية أمراض خطيرة جدا قد تؤدي للقضاء على قطيع بالكامل وتنتقل بين الدواجن بسهولة جدا ولها طرق نقل مختلفة بس قبل مبدأ أبدأ أحب أقول لكم نبزة بسطة جدا عن الأمراض البكتيرية المكروبات أو البكتيريا كائنات ضعيفة جدا كائنات يمكن القضاء عليها بسهولة بالمطهرات كمان المضادات الحيوية بتقضي على جميع الأمراض البكتيرية بسهولة في الحقيقة إن الشركات الأدوية الممتازة وفرت لنا مجموعة من المضادات الحيوية قوية جدا بتقضي على معظم الأمراض البكتيرية ودي ما فيش فيها مشكلة أما بالنسبة للمرض الفيروسية فالفيروس له طبيعة مختلفة تماما عن المكروب الفيروس متحور الفيروس بيشكل نفسه الفيروس بيجدد نفسه الفيروس بيقاوم جميع أنواع المضادات الحيوية أي أحد يقول لكم فيه مضاد حيوي فيروسي مش صادق كذاب لأن المضاد الحيوي الفيروسي لو أضع على الفيروس في طور معين بيقوم الفيروس بيتحور وبينتج جينات جديدة وفيروسات جديدة تقدر تتغلب على هذا المضاد الحيوي وبالتالي بيكون أخطر على قطيع الدواجن أن الأمراض الفيروسية أمراض خطيرة جدا ومن الصعب علاجها أو يعتبر من المستحيل علاجها إذا انتشرت في القطيع وكان القطيع مناعته ضعيفة فأنا هنا بتجنب المرض الفيروسي بطريقته الطريقة الأول هو منع وصول الفيروس لقطيع الدواجن بتاعي الطريقة الثانية أني بقوي جهاز المناعة الخاص بالطيور بتاعتي أو الدواجن بتاعتي الأول يتكلم عن منع وصول الفيروس للدواجن بتاعتي ممنوع نهائيا ممنوع نهائي 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 وبكررها دخول أي نوع من الدواجن على الأنواع الأخرى الفصل بين الأنواع الشيء الثاني ممنوع نهائيا دخول أي طائر جديد غريب أنا شاريه من بره أو جايلي من بره على الدواجن بتاعتي مباشرة قبل عزله لمدة أسبوعين كاملين أو شهر حتى نتأكد تماما من خلوه من أي تكلمنا عن منع دخول أي طائر غريب على القطيع بتاعي تاني شيء النظافة النظافة هامة جدا زي ما أنتم لحظين عندنا نصطح بتاعنا احنا مهتمين جدا بالنظافة والحمد لله رب العالمين الدواجن بتاعتنا بصحة جيدة لأن احنا هم نهتم بالنظافة ايه مشكلة النظافة؟ مشكلة النظافة إننا لو ما نظفتش بصورة منتظمة وبصورة مستمرة بتتراكم عندي الأوساخ وده بيسبب نمو البكتيريا ونمو الفيروسات وتراكم الحشرات اللي هي بتقوم بناء المرض يبن نظافة عدم دخول أي طائر غريب جوه المجموعة بتاعتي منع الطيور البرية والحيونات البرية نهائيا من دخول الأقفاص الخاصة بالدواجن زي العصافير والغربان الغراب متهم بناء الفيروس نيوكاسل آي بي الفتاك للدواجن اللي ممكن يقضع القطيع بتاعنا بالكامل والعصافير كذلك ممنوع نهائيا دخول أي طائر غريب وده عن طريق أن الأقفاص بتاعتي تكون محكمة الغلق مفيش أي طيور أو حيوانات برية تقدر تخشها وخاصة كمان الفار أتجنب تماما الدخول على الدواجن بتاعتي بعد زيارة أي مزرعة أخرى أو حتى النزول في الشارع أو المشي بالحزائي اللي ممشي بيه في الشارع أتجنب تماما أن أخش بيه على الدواجن بتاعتي يبغير حزائي وفي حالة انتشار وباء في منطقة معينة لازم أغير هدومي بالكامل والبس هدوم خاصة بالدواجن وبقطيع الدواجن بتاعتي في حالة أن تأكدت من انتشار وباء معين في المنطقة بتاعتي يبقى نضافتنا الشخصية لأننا ممكن أنا شخصيا أنقل المرض وأنقل الفيروس بدون ما أشعر عن طريق التلامس المباشر بينه وبن الطيور أو عن طريق نقل الفيروس من خلال الملابس أو الأحزين طريقة خطيرة جدا وطريقة فعالة لنقر الفيروسات هي الحشرات ومن أخطر هذه الحشرات الزباب أنا عندي فيديو في القناة عامل تركيبة ممتازة جدا لتصيد جميع أنواع الزباب والصراصير تقدروا ترجعوا لها ياريتوا مع عبد الرحمن تحطي لنا الرابط يا مع عبد الرحمن بتاع المصيادة ديت لازما أكون حريص في عنابر الدواجن بتاعتي أو الأماكن المخصصة لتربية الدواجن أن نحط مصايد للحشرات عشان أمنع دخول الزباب ونقلوا للأمراض بعد كل الإجراءات اللي عملتها ديت وجال المرض وتنقل المرض فعليا في المزرعة بتاعتي عن طريق إيه؟ عن طريق الهوة لأن معظم الفيروسات بتنتقل عن طريق الهوة ومن الصعب جدا في الحقيقة بعد كل الإجراءات اللي عملناها ديت ممكن فعلا المرض ينتقل أول ما تبدأ ظهور أعراض المرض على أي طائر يجب التخلص من ذلك الطائر فورا أو عزله في مكان بعيد أقوم بعزل الطيور المريضة بعيد عن الطيور السليمة فورا لتجنب انتشار المرض كمان لازما أبدأ أرش المطاهرات بتاعتي في المكان لو المرض ده مرض بكتيري بستخدم المضادات الحيوية زي ما ذكرنا في السابق مرض فيروسي بقوم بمرش المطاهرات الفيروسية ومتوفرة في السوق السعر الخيس وابدأ بقى بعد العزل أبدأ أرفع جهاز المناعة بتاع الطيور بتاعتي وده مهم جدا وهتكلم عنه بالتفاصيل ودلوقتي نتكلم مع بعض عن تقوية جهاز المناعة للدواجن بتاعتي في البداية لازما أختار النوع الملائم للطبيعة ما روحش أجيب أنواع أجنبية بتعيش في المناطق البردة أو المناطق المتجمدة وربيها عندي في المناطق العربية بتاعتنا التي تتميز بالحرارة يبقى يجب الاهتمام بتربية أنواع محلية موأمة للظروف الجوية وعندها قدرة كبيرة على مقاومة الأمراض المنتشرة في هذه المناطق زي مثلا الدجاج العربي والدجاج الأمريكي فأنا ما روحش أربي قطعها من الدجاج الأمريكي أو الدجاج الإيطالي عندي هنا في دولة عربية زي مصر في ظروف جوية غير مناسبة أو في ظروف جوية مفتوحة وما أتوقع أنوا يقاوموا الأمراض طبعا حيما منعته ضعفة جدا أنا في منطقة هنا زي ما أنا هنا الصطح عنده زي ما أنتم شاهدين وعارفين أنا هنا في الصطح باهتم بتربية الدجاج البلدي أو الدجاج العربي لأن مقاومة الأمراض مناسب للطبيعة باهتم بتغذيته باهتم بإعطاءه جميع الفيتامينات المناسبة بتاعته باهتم برعايته وبيديني إنتاج عالي جدا يمكن كمان أفضل من الأنواع الأجنبية اللي ممكن تعملي مشاكل كبيرة جدا يبقى الاهتمام بتربية الأنواع المحلية المقاومة للأمراض شيء كمان مهم جدا التغذية التغذية المتوازنة المصبوطة التي تحتوي على قدر كبير من الفيتامينات بتدي للطيور بتاعتي مناعة قوية إمام أن يكون العلف متوازن يحتوي على قدر كبير من البروتين ويجب أن يعلم كل السادة المستمعين أن العلف الجاهزة لا تحتوي على كل الفيتامينات التي يحتاجها الطائر فيجب إعطاء الطائر جرعة من الخضروات الطازج ويجب أن تكون هذه الخضروات خالية من مسببات الأمراض مثل المبيدات الحشرية والسموم الفطرية وغيرها فيجب الحصول على النباتات من مصدر ثقة وأكتر مصدر ثقة النباتاتنا بزرحة بنفس ما تديش كميات كبيرة من الخضار أدي كميات بسيطة لأن الطيور بتحتاج إلى جرعات بسيطة من الفيتامينات الفيتامينات دي هامة جدا لتكوين الإنزيمات التي تقضي على الفيروس والتي تنشط جهاز المناعة أما بالنسبة لإضافات التي تضاف لمياه الشرب بتاع الدواجن الخاصة بالدواجن فأنا هنا بحط في مياة الشرب بتاعتي الخميرة خميرة الخبز العادية مهمة جدا وبضيب أضفها لمدة ساعة واحدة بس بعد تعطيش الدواجن وبقوم برفعها بتدي للدواجن بتاعتي مناعة فوق الخيال ممتازة جدا ممتازة جدا خميرة الخبز العادية بنديها مرة في الأسبوع للدواجن بتاعتي سر البصل مع الطوم مع اللمون هم جدا لو مش حاضر لد عصير ممكن أخرط البصل وأدي لهم البصل أخضر أو بصل جاف وأفضل أنواع البصل والبصل الأبيض أفضل كتير من البصل الأحمر البصل من النباتات القوية جدا في تقوية جهاز المناع يجب أن نعرف أن الدواجن زيها زي الإنسان بالضبط نفس المشروبات التي تفيد الإنسان هي نفس المشروبات التي تفيد الدواجن بمعنى أنا عندي مشروب زي مشروب الينسون مفيد جدا في نزلات البرد جميع الأطباء بينصحوا بيه برضو مفيد للدواجن مشروب زي مشروب العرقسوس بالنسبة لتهاب الحلق والحنجرة وألام الصدر مشروب العرقسوس ممتاز جدا برضو ممتاز للدواجن عامل الدواجن كأنه بعمل طفل صغير شوفوا الأطفال بيحتاجوا مشروبات إيه اللي بتقوية هذا المناع بتاعهم بديهم هذه المشروبات وخاصة في فصل الشتاء بالتأكيد لو اتبعنا هذه التعليمات بالتأكيد الدواجن بتاعتنا هتكون بصحة جيدة أنجز لكم كل شيء عاملوا الدواجن كأنكم بتعملوا طفل صغير محتاج رعاية أدي له أكل متوازن أنضف له أدي له المشروبات الممتازة العلف الممتاز سدقوني دواجنكم بإذن الله وبفضله هتكون فأتم صحة وحنعدي هذا الموسم بأمان وباطمئنان وبدون أي أمراض وبدون أي مشاكل بإذن الله ومن أهم المكونات أو من أهم الأشياء التي تضاف للدواجن بتاعتنا وتديها قوة في المناعة الكركم الطوم أو الثوم واللمون التلاتة دولة يا جماعة تلات أشياء وتلات مكونات مهمين جدا يضافوا مرة واحدة في الأسبوع بضيف الكركم في مياه الشرب أو بدي عصير اللمون مع الطوم مع البصل أو بدي الينسون وإيه تانية مع أبرحمن البنجر البنجر من نباتات المهمة جدا سوى ورقه سوى الجزور بتاعته بيحتوي على كمية كبيرة جدا من الحديد اللي بتقوى جهاز المناعة وبنضيفه البنجر يا معبد الرحمن لمجموعة الخضروات اللي احنا بنضيفها للدواجن بتاعتنا ممكن نخرطه لهم كده وممكن نعصره مع اللمون مفيد جدا للدواجن ومعبد الرحمن بتقول لكم ممكن نخرطه ممكن نعصره مع اللمون مع البصل بيبقى مفيد جدا للدواجن لو صوتها مهاش واضح أهم شيء باقي عندي والنقطة اللي انا كنت حنسة أذكرها العشة بتاعت الدواجن أو خزنات الدواجن أو القن بتاعت الدجاج أو أي مسمى بتسموه في جميع الدول يكون محكم الغلق جيد التهوية ويكون بعيد تماما عن الطيارات الهوائية وجود الطيارات الهوائية بالليل وخاصة بالليل في البرد في الشتاء حيسبب لنا مشاكل كبيرة جدا ما يكونش الشباك أصاد أصاد الباب عشان ما يحصلش طيار هوائي لو الشباك بتاعي أصاد الباب في فصل الشتاء يبقى سد الشباك أو أسد الباب عشان أمنع مرور الطيارات الهوائية ولازما برضو التهوية الجيدة ولازما مياه الأمطار لا تتساقط داخل قن الدجاج أو عشة الدجاج نهائيا حتى لا تتسبب في البلل والبلل ده ممكن يعمل لي مشاكل كبيرة جدا يبقى الاهتمام بالنظافة الاهتمام بعدم دخول مياه الأمطار الطيارات الهوائية مضرة جدا للدواجن وخاصة في فصل الشتاء أقف في الخزانة بتاعتي أو أقف في العشة بتاعتي وأشوف طيارات الهواء بتاعت جاية منين أو مصدرها إيه وأبدأ أعالج هذه المشاكل حماية الدواجن هي التطعمات والتطعمات عبارة عن فيروسات ميتة أو شبه ميتة والفيروسات ديات لما بتخش جسم الطائر جهاز المناعة بيقدر يتعرف عليها وبيكون ضده مضادات فلما بيصاب الطائر بهذا المرض يقدر الجسم يقومه منتهى البساطة ومنتهى السهولة عندنا ثلاث مشاكل في التطعمات المشكلة الأولى السعر الغالي جدا بالنسبة لمراب الدواجن بالأكميات الصغيرة المشكلة الثانية هي الغش التجاري الذي يصاب به اللي احنا تلنا به في وطننا العربي فيه غش كتير جدا فيه التطعمات والتحصينات ممكن تقدي لخسارة مزارع بالكامل المشكلة الثالثة هي التفارات والتحورات الفيروسية على مربي الدواجن الحرص دايما ان يكون التطعيم احدث طفرة واحدث عطرة من هذا الفيروس لقدر الله لو حصل اي وفيات بسبب اي مرض فيروسي او بكتيري عندي في المزرعة مجموعة الحيوانات الميتة يجب عدم التخلص منها بالطرق العادية يعني ما كوباش في مكبات النفايات نهائية يجب تغلفها في اكياس بلاستيكية محكمة الغالق ودفناها في اعماق كبيرة من التربة او التخلص منها عن طريق الحر للقضاء على المرض ده نهائيا انا ممكن انا كصاحب مزرعة اقوم بنشر المرض بدون مقصد عن طريق ان انا باخد الطيور الميتة بتاعت او الحيوانات الميتة بالفيروس وبقوم برميها في اماكن بعيدة او اماكن مكب النفايات بتقوم الحيوانات البرية او الطيور البرية او الهواء بناء لذلك الفيروس لاماكن جديدة وبتسبب انا في مشكلة كبيرة جدا في المنطقة بتاعت بالمقصد يبقى لازم التخلص من الحيوانات النافقة بطريقة امن في نهاية الفيديو اتمنى ان تكونوا استفدتم من هذا المقطع البسيط اللي شرحنا فيه كيفية وقاية الدواجن من امراض الشتاء زورونا في قناتنا وفر في بيتك من وعات ثلاثة والقناة بتاعتنا عشان تستمر ونقدم لكم كل جديد ما تنسوناش من الدعم واللايك والاشتراك وتفعيل زل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة